كنت عامنا أهدنا الأفاضل فقال لي نحن ندافع على الحق لا ندافع على شخصك قتلوا إياك أن تدافع على شخصي لأنه شخصي إذا شفتني أنا ما نش على حق قل ما نش على حق يجب أن لا ندافع لازم أن لا نضع لا نصنع أصنام الإسلام حارب الصنامية مش صنامية الأحجار كما كان في زمن الكفار قريش أو مشركي قريش ليقولوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة صنامية البشر أخطر بكثير في ناس تدنس أي واحد ولا تعرف مقامه ولا تعرف وتسب وتهاجم هنا نشوفه فيهم ولا نعرفه الذباب ونعرفه هؤلاء مجرمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا أنزلوا الناس منازلهم يعني كل واحد يعطي له قيمته اللي يسحقها اللي فاتك بالعلم فاتك بالعلم اللي فاتك بالأخلاق اللي فاتك بالإدراك اللي فاتك بفعل الخير هذا كله له تقدير لكن فيه جزء آخر يقوم بعملية التصنيم بمعنى أنه يجي أي تافه أي سفيه أي نرجسي خبيث يقدر يجره من وذنيه بينما رب يعطاك عاقل إذا من قلب شخص على نفسه إذا من خان إذا ما وهناك الأدلة على ذلك خلاص على الأقل توقف عن تقديسه إلى غاية أن يتبين لك الأمر على سبيل المثال أقول هذه مهمة جدا ولذلك كان ملك بالنبي وأحد عظم المفكرين الجزائريين اللي طبعة الحال العصابات خنقتهم تماما وما زال ملك بالنبي معروف في ماليزيا وفي أندونيسيا وفي تركيا وفي كثير من البلدان لك في الجزائر الكثيرين ربما اسمعني الآن نقول ملك بالنبي يقول لك شكون هو هذا فهذا المفكر قال لك عندما تغيب الفكرة يبزغ الصنم الناس اللي ما عندهاش أفكار ما عندهاش أخلاق باش تحاول تخادع باش تحاول تسحر الناس أو تفابريك أو بأن يجعلوا أنفسهم أنهم مركز العالم مركز الكون بلا بيهم الأرض ما تدورش والشمس ما تطلعش هذه واحدة من الصنمية هذه الصنمية عندما تغيب الفكرة يبزغ الصنم ولذلك لا للتدنيس خاصة للأخيار يجب أن تعطى لهم مكانتهم وقيمتهم أخيار الناس مش سفهاء الناس ولا للتقديس حتى الأخيار يجب أن لا يقدسوا إنهم بشر وكما قال مالك آخر ولكن هذه المرة مالك الإمام مالك قال صاحب المذهب العظيم ونحن مالكية كما تعرفون في المنطقة المغاربية وفي أماكن أخرى قال كلكم يأخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى القبر الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم إذن إياكم والتقديس حتى للأخيار نجلهم نعزهم نقدرهم نحبهم دون تقديس يبقوا بشر وأما السفهاء فإن الذين يقدسونهم أو يمشون وراءهم ككلاب ضعلا سيسأل رسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه في في آخر الزمان يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الروايبذة قالوا يا رسول الله ومن الروايبذة قال الإنسان التافه يتحدث في شؤون في شؤون الناس في شؤون الأمة في شؤون العامة بمعنى الحديث